السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا زي حضراتكم الفيديو ده أنا حاس أنه مهم لأنه بيرد على تساؤل بيدور بيتطرح كتير وحتى بيدور في أذهالنا ممكن قاعدكم بيفكر فيه بينه وبالنفسه يقول يا تارى المؤسسات الموجودة حاليا ورصد المؤسسات السيادية هل من ممكن إصلاحها؟ يعني هل إحنا ممكن نصلح هذه المؤسسات؟ ولا الرأي الآخر بيقول تخلص من حمامك القديم مفروغ كلهم نحطهم في كيس ونرميهم في القمامة في السرالية القمامة طبعا ده سؤال من ثلاث أسئلة مهمين السؤال الأولاني اللي هو هل أنت تقدر تعمل كده؟ ولا لا السؤال الثاني إيه الأفيد للبلد أن أنت تصلح ولا تزيل السؤال الثالث هل فعلا هذه المؤسسات قابلة للإصلاح؟ هما الدول ثلاثة ثلاثة عامل يعني مش لوحدة فالقصة دي هتجاوبك على السؤال ده وهي خصة أنا كنت نزلتها من كذا سنة وهي خصة حقيقية حصلت معايا وأشخاصها يعني معظمهم عايشين كنت منزلها باسم الطريق إلى شرم الشيخ هيحاول يعني أن أنا ألخصها في حلقة أو في حلقتين بكتير يعني إحنا جلنا شغلنا في شرم الشيخ في شركة بتاعت واحد معروف شخصية معروفة بس أنا مش عاوز أذكر اسمه عشان يعني ما سبب لهش إحراج وكان في مجلس الشعب ومن أسرة معروفة وبعدين يعني بقى معارض في فترة حصلت مبارك وكده كان في عنده حاجة كده بتاع كده عاوز يعملها في وندق وعندنا رسمات وطلعنا أنا متعود يعني أنا بحب شرم الشيخ قوي متعود وروح شرم الشيخ كتير فداي مكتب تخني فيه صعبات يعني فقلت للناس يعني خلاص هنطلع يوم كذا واخد العمال هاخد معي كذا في الاول وكذا في الاول عشان الاعاشة وكده فقلت لي بها انت هفاكر يعني هتاخد العمال وتطلع كده شرم الشيخ على طول هفاستولهم اه يعني من هامل ايه يعني لا فيه حاجة اسمه لازم مش لازم تاخد تصريح ومش عارف يقول كده أحسس ان العمال طول ما انا بروح وقلت لابس قبيس ومنطرون لكن العمال لابسين جلاليه بقع العمال قع دول المواطنين درجة تانية يعني شرم الشيخ اللي اتبنت انا رحت شرم الشيخ على فكرة سنة 85 او 86 كانت عبارة عن نجوم كده في حتة اللي يعرف هناك حتة كم نجمة كده سيبها اليهود نجمة داود اسمها مرينة شرمو كورنامة تحتها اصاد مرينة شرمو فندق مرينة شرمو والسوق التجاري فمين اللي عمل شرم الشيخ كلها العمال اللي عمل شرم الشيخ العمال واللي لسه محافظ على وجودها والصيانة بتاعتها العمال بس دا ما يمنعش ان احنا نهين العمال ونمارس ضدهم مختلف انواع الاضطهاد والعنصرية دا مام دي حاجة ودي حاجة عشان برضا جماعنا ما متفقين بلد انا بس بتكلم بكمان بانخل الحكاية ديه ليه السادة اللي هم اللي بيزعلوا لما احنا ننتقد فترة حكم حسن بارك وقال لكم اننا بناكل ونشرب كأننا بنتكلم على انا اسف على مواشي او كأن حسن بارك كان بيأكلنا من بيته ويعني فالمهم اذولي مش عارف ايه طب خد معك التصريح هو دي الكشف هو بقى سامي العمال اللي انت وخدا طب يا جماعة لو مدلت عامل ما كان عامل ولا عملت عامل الارف دا ايه واحد اخلين واحدة عسكرية قال لك هو دا النظام عشان بس ما تبهدلش وكده اخدنا العربية طلعنا الصبح الساعة تمانية الصبح كنت طلب عربيتي وبعدين وراي عربية اوتوبيس في عمال اوتوبيس صغير وبعدين عربية فيها العد احنا بقى كنت فاكر طبعا مخطط نحنا نسبق القبل العدة بكتير لكن العربية اللي عدة كانت بطيقة لكن ما بتتفتش كيلو الولد اللي كانواخد العدة كان عارف الطريق وكانو عارفينه ومعه واحد بس اللي هو ريس الامر الخصة دي يعني فيها عبر كتير قوي بجد والله عارف قصة عارف اما قصة عبرة صحيح بتاع تبوحة حق كده احنا خرجنا تمانية وصلنا مدخل شرم الشيخ تمانية يعني من تمانية الصبح تمانية بالليه لحف شرم الشيخ مش عارف دي ياخد بتاع ست ساعة بالاستراحة بكل حاجة لان في كل كمين كانوا بيقفوا الولاد ويقولك ايه يعني مفيش كمين غلى ما ساحب البطاقات منهم وفضل معطلنا بين اخواتهم المصريين من منتهى التعامل اللطيف يعني على اساس ان دول عمال فمستباحين يعني ده مواطن مصري غالدان يعني فانتاز اهل يعني وبعدين الفكرة كلها عمش بقولوا ان هم يعني بيتمادوا في معاقبتهم لأ العمال معملش حاجة اصلا يعني هو مش عقاب ولا حاجة ايه دي طريقة عمال شرية العائل الجربية يعني فعلا مصراحة النظام امني منحط من نظام دولة اكسر انحطاطا بامانة بعد ما وصلنا مدخل شرم الشيخ فقعد شوية كده الناس كل شوية الناس يجي يبصوا ويمشوا يبصوا مالويش لحد واحد جي يكلمني بشيك اوي كده يكلمني ويقال لي يا عباش مهندس يعني شكله كده قامين شرطة بس لا بس يعني مالا عباش مهندس احنا نطلع بس البحث الجنائي ده بحث الجنائي عشان نوقع العلدي عشان بحدش دقيقهم تاني خالص فقلت له ده احنا يعني مفيش كمين معد علينا والناس كشفوا عليه والعلم يا مية قال لي لا ده بس عشان وجوع التحرك فشان مشي هو قلت له ماشي يعني في ايدي ايه اعمله روحنا دخلنا البحث الجنائي زي الافلام كده افتقار طلبة بيقول فينا الكاميرا الخافية اما دخلنا هو طبعا كما تكلمهم في اللاسلكي لقينا تجمع على العيال وهجوم كأنهم بيقبضوا على العصابة والله العصابة بيقبض عليها يلا هاد يا ابن يلا هاد يا ابن وفاتحين البتاع وبيزقوا العيال وبيشتموهم بالأم والأب ومشي مش طبيعي فالعيال عمانيب السوري ايباش مهندس ايباش مهندس شيء مهين جدا لي وحاسس بالخزلان ومشي عم فيه اعاد تكلم وصحاب الشركة وانا معاك هاشف بقى فارحان بي مفيش اتكلم العيال واناقش وطاعة عايشة بشانس خليك انت لا اسمحت بعيده ومش عمدي اوامر ومش عمدي اوامر يعني ايه اجي داخل الواحد اه اه مسك اطارة البحث اللي ساعتها يعني كان في الادارة يعني اه اه ورد اه كان ابن ناس جدا محترم جدا اكتلها من مصر الجديدة كده وعنيه خضرة وحاجة كده فعلا بجد والله كان ابن ناسه بس هو في جهاز واسخ فبيضطر يتصرف تصرفات قذرة مما عدنا نتناقش كتير وانا كنت تساير بس ما بغلاتش ويعني انا والدي زي بقلت قبل كده الله رحمه كان له شرطة يعني وكان له اتصالات يعني فما كنتش يعني ما عنديش الهيبة بتاعت ان انت هتروح فمش عايف يعمل لك ايه يعني وبعدين بقى حكيت له يعني والدي مكنش عارف والدي بس كان يعرف بقى اتعلم زيته وقلو لنا فلان وقلو مش عارف فيه وكده فالرجل يعني قعد يتكلم معي قال لي يعني انا مش عارف قبلك حاجة صراحة ودلوقتي الكمين لما بعتهم لي ده كده يعني اشتبع فيه فانا طالما اشتبع فيهم انا مش قدر اخد اكشن يعني ده فيه مستقبلي بعدين حتى لو ما حصلش حاجة ومش هيحصل حاجة قال لي هيقلولي هو انت طلعتهم ليه طلعش انكشفت عليهم قال لي ما كلهم كشفوا عليهم لكن هو قال لك اشتبع فلما لقيت العملية كده مش 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 فيها حل فقلت له صادقا والله قلت له طيب خلق انا هخش معهم فلا تخش معهم فيه قلت له هخش معهم قال لي انت عارف هيخرجوا امتى قلت له يخرجوا زي ما اخرجوا قلت له انت متخيل ان انا اجيبهم معايا بعدين اتحبسوا مني وبعدين اروح نام في الفندو انا فقال لي طب ايه ده بس يعني نشوف يعني حلو كده وحاجة عمالي شوف شغل هو مش فضيلي برضه يعني هو ايه حبسوا شوية عيال وخلاص طلعته بعدين قال لي هترحلو طلعته بعدين يعني بلدهم هم الولاد دي كانوا حبايبك وكلهم ولادي دول كانوا منفيون فقال لي هيروح الطور الاول يشوفوا الطور الاول يشوفوا هم عملوا ايه ام الولاد دي عمل الولاد دي جاية تشتغل فهم قلت له انت عارف اقبح طلعته يعني اوسخ حاجة في الموضوع ده ايه قال لي قلت له في واحد رفل كبير ده اللي معانا ده قلت له رفل كبير كده قلت له ده ابو استوشت في حرب تات سبين عشان يجيب سينة قلت له انت بتعمله في كده وبتدخله ليهب البطاقة قلت له يعني هو ابوه سابه وهو طفل ما شوفوش تاني عشان يجيب لنا سينة فانتوا حبسين وهو وبتدخله هب البطاقة المهم هو قاعد كده شوية وعمليه بص في السقف وكده قال لي بقول لك يا باشانس ممكن تصوري البطاقة دي في خلال لصة عشان لو اللوة جي في العال دي هتببهد انا مش فاهم الببهد الليه مش فاهم اللوة مين فقالت له انا معايا البطاقة قال لي لأ انت ماكت لصة عاوزين تلات نصحة مش عارف نصحة مابدية انا من الدولة ونصحة مش عارف الحاجة دي فاكتلعت جاري انا مش واحد مش عارف بقى فين البطاقة يعني فاكتلعت جاري الواحد لقيت واحد ايه زي الافلام كده واحد بكلمه لقيت شارولي واحد قال لي انا راح اكل فقالت له ده انا حضرتك مش عارف فيك زي ما يكون ايه داخل مدينة الشاطين فقال لي لأ انا راح اكل وبيقافل وانا بتكلم معه كده مش عارف فاقال لي روح مش عارف مكان ده فيش بقى جي بي اس مفيش حاجة خالص يعني مفيش ثقافة الجي بي اس ولا حاجة مهم راح تخط العربية انا بسابق الوقت وعمل ابص في الساعة عمل اشوف طب لو الرجل دخل اللي عالها تباه دي طب انا هعمل ايه ساعتها طب انا قال لي احنا عاوزين نماشي يوم قبل ما اللي هو ايجي ودي مسؤولية كبيرة جدا ومش عارفين كده فانا في الساعة لقيت بصوا خدوا بالكم المصريين يعني خدوا بالكم المصريين احكذا انا بدايق لما حد يشتم المصريين بس انت عامله كويس انت عامله كويس زي ما ربنا امرك فلقيت رئيس العمال بكلم ده كما عربية اللي لقيت قال لي ايه بشمنس قلت له ايوه فلاق صوتي طبعا قال لي اوه انت فين قلت له انا رايح مش عارف ايه كذا وكذا في حاجة قال لي الا ده بتطمن عليك في الوقت ده كانت عربية العدة ممسوكة هي كمان في طريق كان مفروض ما تمشيش فيه لو طريق الرئيس طريق السلام هم بيلففوهم من حتة تانية ده شيء منطقي وقلناش لأ عشان خاطر ده طريق السياحي فعملين انت بس انا ما نعرفش والمحدش قال له حتى الراجل اللي هو عنده خبرة في شرم الشيخ معرفش فمرضيش يقولي بعد شو عاجة مكلمني تاني قال لي باشونت سلعا بيقولولي ان انت كنت تقريبا متعايت وانت بس وهم لما دخلوا فبيقولك هما رجالة وانا بصراحة بسطلهم معرفش امسك نفسي يعني حسب بمهانة جديدة جدا وصيبوا علاية جدا العالدي بتبهدل ليه عشو هما مصريين بتبهدلوا في بلدهم عشو هما مصريين فقالي بيقولك ان هما رجالة وانس خالص ومتدقش خالص هما في الاول كانوا يعني زعلين مني ان هما اتخذوا بس لما حسوا ان انا مهتم جدا جدا نعمليني بص عليها من بوابة الحجز الله احنا شعب مظلوم جدا فقال لك لأي فحبوا يطمنوني فامو رحت صورت الورقة ورجعت جهدي ورجعت للزابط لقيته بيجري معايا عشكبه لكم ابن ناس بيجري معايا وجاهلها بصرح مش عارف يعملوا يا اخد كل واحده ومشي بصرح ومش عارف يو كده وعمال يعرف الزابط اللواء جاي امتى ده تحرك اللواء تحرك اه ماشي دلوقتي اه والله زي ما نكون منهرب مساجين مع ان العائل ما عملوش حاجة خالص يقول ده انا عارف العائل نضاف جدا ما بش حاجة خالص بس احنا هتحطينا في وقت قال لي واللواء ده لواء قال لي ايه اوسط حاجة علي ايه ودوك فاي ده ف العائل كان معهم بقى شنط وكانوا منزلوا كل حاجتهم معاهم لما جوم يحجزوهم فراجعين فمن ضمن الحاجات كان فيه واحد وخدوا ركزوا من الحتة دي عشان دي انا هنهي بيها عشان الحتة دي مهمة قوي هو اساسية في القصة كلها ان شاء الله لو عشنا قال لي اكملها لكم كان تيه وقت فيهم ما عايز هلعت مش فجي اخدها فامين شرطة متفهمش حيلة في عينه ولا ايه او مش عارف ايه بات الله يا ابنل اطلعت المشي يا ابنل فالبقى بص المشي كده بحصرة وايه واو والله كده وبلع عريقه مشي مين بقى بيحب المشي اكتر من امن الشرطة ومن الولد نفسه انا انا احب المشي جدا فاجت انا كسعتها لابس جاكت ولابس يعني كنت اعمل فيها ابن ناس يعني فاجت طلع الجاري وايه وحاضن زلعة المش واخدها في حضني تالي زلعة المش بتطلع مش فاجت موسخة كل الحاجة حسيت بقى بعمل كده فقعدوا بقى مش عارف ايه العمار يا ابا شواند طول ما حدش يدعب ما حدش بيش خلاص مش مشكلة ينعى الميتين ايه استفاضي مربط قلت يعني اعلى الابو الجاكت انا ياسبك جماعة فالعربية حتى اجري معاهم وجبلهم الشنط وعشان غاجل ما يجيش وانا حد ما لقيت ديش خطف واحد فرجعت ايه تبين بقى اللي عمال يا حبيبي سربعنا اللي هو النقيد المخدم ده او العقيد اللي هو بتاع المباحث يعني ابن الناس دوعين خطر فلاقيت ايه بيقول لك ده الواب معوش بطاقة كل واحد كان بيشوف طيقت ويكتبوا اسم فانا ما صدقتش يعني اللي هو ايه انا كانت ساعة ايه داخلها في 11 بالليل 11 لص بالليل 12 بالليل وانا مش مصدق فالطول انت يا ابني مجنون تيجي هنا فالقيت الوادق يا عباش مهندس والله اتخذت مني في الكمين ده وجيت اكلم الراجل قال لي وحاتهمك لو فتحت بقك فالعيال امنوا عليه قالوا يا عباش مهندس دي اتخذت منه وقالها ابعتها له طب ما قلت ليش لها حبيبي قال لها عباش مهندس احنا احنا كنا في ايه ولا في فبغص لزوط المباحث وقصي لها ليه انسى بزعيق بقى انسى انسى باشو بعمل لك ايه فحسب بقى طبعا ايه لو قلت له ساعتها سجني ما هي سجني فعلا انا والله كنت بقوله فعلا يسجني يعني يعني ما كنتش بقى اثر على اعصابه انا والله قلت هبات بقى في الحجز وخلاص وقسمي جربت بيات الحجز دي ف اللي عاد ما كنش عايزين يمشوا ويسيبوا الولد فجت مزعق لهم مش راخط فيهم وقالت لهم اقول تركب وهم كانوا ولادي كانوا يحبوني قوي يعني وقالت لهم تركب اقولوا تركب باشقول الكلمة مرتين تركب وركبوا وقالت لهم الموضوع ده سيبهوا لعني وودناهم الفندق وهم في حالة ميتم ان في واحد منهم اتاخد ومع كلهم من بلد واحدة ويعني يعني فصعبان عليهم الولد ده بقى رايح المجهول فانا كان كل همي ان انا اوصله ادخله الحجز عشان اطمنه اقوله ان انا مش مش اسيبك يعني مش هارف خشينه فوقت عسكري كده قال لي عاوز حركة تخش الامناء الشرطة دول تدفع لكل واحد فيهم متين جنيه طبعا متين جنيه ساعتك الرقب كبير قلت له هلاخدوا اللي ده همشي قال لي لأ عشان تكلمه فما كش فيها حل المناه ده وما فيش فقى ولو اردخلت للزبط ولا يعرف يعمل لهم حاجة يعني هيبسيكوا اللي دي في شخوه بعد كده فالمهم روح تكلمتهم بديهم متين جنيه فقال لي كل واحد متين جنيه حسيت ان انا بتعامل مع مش احط انواع البشر لا احط انواع المخلوقات يعني احط من القميبة ومن ومن حشرة ومن حيوان السيساوي ومن ابن النزوة الصيفية حسيت ان انا حاجة غريبة جدا ويدخلوني عشان اطمن الولاد طمنتوا قلتوا لي يا ابني انا هعمل اخري ربنا يعلم والله يا ابني زي ما تكون ابني هناك اللي هعملوا لابني هعمله طمن ان شاء الله بإذن الله وما تخافش بقى اللي ما تخافش يا بشفاندس اللي يحصل يحصل ايه يعني يحصل فيه وتحركنا بالعربية وروحنا الفندق اللي احنا كنا همبات فيه او الحاجة اللي احنا كنا همبات فيها عشان كانت فحمة يعني بس كنا نعملها فندق وابدعنا الجزء التاني من الرحلة ان شاء الله بإذن الله اكمله عليكم ان شاء الله يمكن النهاردة غالبا يعني ونشوفكم على خير ان شاء الله اللي پاني الموهي گا بس